وياكم لو فرج في حديث مع الله الحلقة الخامسة اليوم راح نتكلم عن الاستخارة او الاشارة الربانية او الرسالة او العلامة او شا سموها سموها بمعنى من حقنا انه احنا نطلب من الله وندقو من الله ما نشاء لكن هذا الشي ممكن مو الكل يدرك امقه خلينا احجركم قصة كان مرة لما كنت في بغداد لما كنت في بغداد صار موقف وكنت مترددة انه امشي بهذا القرار لا لا فقلت يا الله اعطيني اشارة كاس نوع من الاستخارة اذا هذا الموضوع بي خير وصالح اليه خلينا اشوف ريشة ذهبية ونسيت الموضوع تماما فشاهد الاقدار والاحداث انه اخر يوم اليه ببغداد بنات عزمولي بمطعم وكانت مساويني مفاجئة يعني كانوا مساويني مفاجئة لحفلة عيب ميلادي واحد الصديقات جابت لي هدية في تحت الهدية كانت تطلع قلادة ريشة ذهبية يعني قلادة من الذهب بشكل ريشة تخيلوا تخيلوا العلامة شون اجتني ريشة من الذهب فحبيت الاستجابة حبيت كرم الله اليه لان انا لما طلبت هذه الاستخارة او هذه العلامة او هذه الاشاقة يا الله انت الوهاب الرزاق اكرمني يا الله خليني من سعيدة الى اسعد من ناجحة الى انجح من حال الى افضل هذا الموضوع عمشي بلولا اذا اي وبي صالح وبي منفع ايلي وللاخرين خليني اشوف ريشة ذهبية ونسيت السالفة كل البالي كنت رح اشوفها صورة تلفزيون سوشال ميديا فاجدتي باجمل ما يكون ايضا عندي صديق عزيزه غالي علي وكان حاجي لي عن هذه القصة الاشاق كان في حديث يعني فدي يقول لي عن الرسائل والعلامات فهو كان ايضا طالب فاجه وقالي انه احنا انه افضل طلب اشارة اشارة من الله الاشارة كانت يعني هو طلب انه يشوف بومة بنية بومة طائر البومة باللون البني وقال هو ايضا نسى السالفة وقال خلال هذا الاسبوع شاكوا طيور بنية شافت بطة بنية عصافير بنية لكن ما شاف البومة فقال لا انا اريد اشوف البومة وانتظر الرسالة فكنا جالسين في البيت عدي وكنا دا نشوف جيتم شغلة مسلسل مسلسل اجنبي اسمه افاتار وكان في هاي الحلقة بالمسلسل افاتار انه البطل يذهب الى عالم خرافي او عالم روح وتطلع له بومة بنية بشكل عملاق تتحدث وتوصل لرسالة هنا هذا الصديق ما احجي لكم ردة الفعل وما احجي لكم الفرحة بحيث ايضا وصلت لرسالة باجمل ما يكون فلا تستهينون بسالفة الاشارة او العلامة او الاستخارة اللي انا اريد اقوله منكم من هذه القصص طبعا هذي ابسط 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 القصص انا عندي مليون قصة مشابهة لهذه القصص مليون قصة يمكن واحدة اغرب من الثانية اللي اريد اقوله الحديث مع الله ممتع من حقنا احنا نحجي مع الله من حقنا احنا ندعي الله قال ادعوني استجب لكم فلما اتوا تطلبون هذه العلامة او هذه الاشارة ممكن تعتبرها كنوع من الاستخارة ممكن كنوع من حتى تؤمنون اكثر ومو شرط تتحددون يا جماعة مو شرط تقولين يا الله انا اريد اشوف رشة ذهبية انا اريد اشوف بومة بنية انا اريد اشوف شجرة زرقاء مو شرط مو شرط ممكن فقط تقولون توني علامة وخلص وبراحتكم وهي الموضوع اللي علامة والاشارة انا حاجة به من السنوات لكن حبيت انه انا ارجع عيدة حتى نعمق شعور الايمان ونعمق ايضا متعة الحديث مع الله الله اقرب انه يعني مو فقط من حبل الوريد اقرب 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 مما نتخيل احنا اللي ابتعدنا عنه من حقنا انه احنا ندعي يا الله انا وخلونا ندعي خلونا ندعي يا جماعة خلونا ندعي غمضوا عيونكم واشتشعروا المكان حواليكم ابيض في ابيض في ابيض حطوا ايدكم على قلبكم واشتشعروا محبة الله لكم اوكي نكون يا الله انا اعلم انك تحبني يا الله انا اعلم انك تسمع دعائي يا الله انا اعلم انت تستجيب لي يا الله اغفر لي كل مرة بتعرفت بها عنك يا الله اغفر لنفسي وروحي جسدي كل مرة سمحت النفسي انه انا ابتعد عنك يا الله انا سعيدة بهذه اللقاءات او هذه التأملات اللي قربتني من عندك اطلب منك يا الله ادعوك اني تغير حالي للأفضل من حال الى أفضل واجمل من سعيدة الى اسعد من مريضة الى معافات او من حزينة الى اسعد من حال الى افضل يا الله من سعيدة الى اسعد من ناجحة الى انجح من ثرية الى اثرة يا الله ادعوك يا الله حتى اني اعيش الفرح والسعادة بهذه الحياة على هذه الارض يا اطلاع اطلب منك اني انا اكون فرحانة بقلبي وبروحي وبحياتي وهذه الفرحة هي بقربي منك يا الله وباستجابتك دعائي وبسماعك لهذا الدعاء وبايماني انك تسمعني يا الله اطلب منك العلم والمعرفة والحكمة اللي ترفعني مكانا عليا واللي تزيدني منفعة لنفسي والاهلي وللاخرين يا الله اطلب منك وادعوك انه هذه المنفعة والقلم والحكمة تعود لي بالفائدة تعود لي بالسعادة والرفاهية اللي والعائلتي والاهلي وكل الناس يا الله اجعل لي نورا امشي به بين الناس يا الله فرحني يا الله ابعافيتي وبشعور الرضا على نفسي وبشعور انك راضي علي يا الله يا الله مكنني في هذه الارض وارزقني انك انت الوهاب يا الله كل الاهداف اللي كانت بتحققه الي يا الله حققه الي بكل متعة جوي 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 بكل متعة بكل يسر بكل سهولة يا الله سخر لي الاحداث والظروف والاشخاص وكل شي حتى هذه الاهداف تتحقق بمتعة وبسهولة وبيسر حتى انا اعيش الاشياء اللي انا اريدها بهذه الحياة على هذه الارض بكل متعة ويسر وسهولة يا الله واحقق رسالتي واحقق المنفع لنفسي وللاخرين على هذه الحياة والاقض يا الله يا الله اعطني علامة او اشارة تفرح قلبي بها يا ربي وانتو هنا ممكن تطلبون اي علامة ممكن تطلبون اي اشارة وحمدوا الله وشكروه بابتسامة فتحوا حيونكم وقولوا الحمد لله الحمد لله على عافيتي الحمد لله على اني انا اتنفس بسهولة الحمد لله عندي انترنيت ده اسمع هذا التأمل الحمد لله على كل النعم بحياتي اللي اعرف بها واللي ما اعرف بها ابتسموا لله وبتسموا الروحكم والجسدكم والحياتكم وحمدوا الله وشكروه على كل النعم اللي بتعرفوها واللي ما تعرفوها أحبكم كل شواهي كانت ياركو نور فابتش